منها انطلقت جلسات المجلس التأسيسي ومجلس الأمة في قاعة أخضر لونها بكراسيها وطاولاتها المستديرة تروي حكاية الديمقراطية لشعب وأمة وقصة مسيرة برلمانية امتدت العقود حديث لقاعة جابر الأحمد في المجلس البلدية التاريخ والزمان والمكان احنا هذا المجلس لا الفخر ولا الاعتزاز ان يكون يمكن اخر مجلس رح يكون في هذه القاعة يعني اللي في كل زواياها تشوف عبق التاريخ يعني اليوم لما انا اقعد في الكراسي والمكروفونات اللي نستخدمها اليوم هذي اتذكر آبائنا السابقين من مشرعين وكذلك من حتى حكام في هذه الطولات يمكن اللي ما تغيرت من هذاك اليوم تذكر كل الزوايا وكذلك لما نشوف القنوات الابيض واسود عن نفس المكان تعرف مو بس همية المكان تعرف انت كشخص في هذا المكان ان عليك مسئولية مرتبطة مع ارتباط التاريخ اللي موجود شعار الدولة يعلو منصة الرئاسة وصور تشرح تفاصيل عقد بين حاكم ومحكومة في قاعة رسخت العمل الديمقراطي وكرسة الحياة النيابية منها خرج عباقرة العمل السياسي لتستمر جيلا بعد جيل هذا القاعة طبعا لها قصص كبيرة تؤثر فينا احنا كمثلا كما نقول كويتيين وشباب وطموحين يمكننا نرى ان هذا الجيل جيل لن يتكرر لكن يعني فيها يعني شي جميل ان تكون اليوم في بعض الغرارات انها تتحول الى متحف عن طريق المجلس الوطني ثغافة الاداب والفنون فيها الدستور فيها الحرية الكلمة فيها التمراطية فيها مثل ما تقول بعضهم قدموا التضحيات ليوصلون لهذا لنوصل نحن اليوم